ميثان من دمشق أقدم مع واصم التاريخ وموطن الثقافة والفن التي لم ولن تتوقف عجلة الحياة فيها يوم واحد من بداية الحرب على سوريا وحتى اليوم بل كانت الفعاليات الثقافية والأنشطة إعلان حقيقي لاستمرار الحياة وإرادة السوريين ومن عالم الثقافة والفن وانطلاقاً من أهمية الثقافة كرسالة حياة وبرعاية وزارة الثقافة سينطلق فعاليات ملتقى المقاومة الثقافة وانتماء بدورته الثالثة والتي ستقيمه مديرية ثقافة ريف دمشق ولنحكي أكثر عن هذا الملتقى وعن فعالياته بسعدنا أن نرحب بسيدة ليلى صعب مديرة ثقافة ريف دمشق صباح الخير وأهلا وسهلا فيك من أيام خلص مهرجان بلودان قبل ما ننتقل للملتقى الثقافي مهرجان بلودان أخذ صدى كتير جميل خبرنا كيف كانت الأجواء وكيف كان الختام طبعاً مهرجان بلودان انتهى من أيام قليلة لكن ردود الفعل والثمار ما انتهت وبقيت مستمرة طبعاً بلودان تكتسب خصوصية ثقافية بالإضافة لخصوصيتها السياحية أيضاً خلال الحرب على سوريا اكتسبت قيمة مضافة باعتبارها شكلت منطقة للصمود ومنطقة للتجاذب خليني أقول الدولي والمراهنة على هذه المنطقة لكن إرادة الحياة الموجودة بهذا الشعب موجودة بهذا الأرض يعني برهنت أنها هي الأقوى بالتالي جاء مهرجان بلودان لحتى يعبر ويترجم هذه الإرادة الحقيقية لنشاطات وفعاليات طبعاً الفعاليات اللي بدأت من 26 واستمر لمدة أربع أيام وكان بيتضمن نشاطات الثقافية بالإضافة للنشاطات الفنية بالإضافة للنشاط الاجتماعي شكلت حركة يعني جميلة جداً برهنت على الأمل واستعادة استقاة اللي خلت يعني السوريين يندفعوا يعني بالآلاف يومياً لهذه المنطقة بدون أي خوف يعني أو بدون أي واثقين تماماً أنه هي المنطقة أصبحت آمنة طبعاً نحن مصبئلنا لما بترجعي أنتي بتشتغلي ثقافة بهيك مكان أو بتشتغلي سياحة أو بتشتغلي فن أنتي عم توصل لرسالة مفادها أنه ما في شيء بيوقف بوجه الظلام ووجه التكفير إلا الثقافة وإلا الفكر النير إلا مطرح ما فيه مسرح وفيه موسيقى وفيه غناء وفيه رسم وفيه تصوير ضوئي قولاً واحداً ما فيه أرهاب الشيء الثاني كمان نحن بحاجة لفصحة خليني أقول من المتعة يعني مثل ما هي متعة بأنه نحن نغير جو بمكان كمان متعة فكرية يعني كان اللي ينطلق للمهرجان كان هو مو بس عم بيشوف حفل فني واستمتع فيه كمان هو عم بيحضر معرض الكتاب عم بيشوف معرض للتصوير الضوئي عم بيشوف أنشطة ثقافية متعددة كان ضمن المهرجان فالحمد الله هو كان يعني رسالة مهمة جداً وخليني أقول هو جزء يعني من فعاليات مستمرة يعني نحن بعد أيام رح يكون فيه افتتاح لمهرجان متما بتعرفي افتتاح من يومين معرض الكتاب كمان بعد أيام نحن عم حضر لمعرض دمشق الدولي بعده بأيام كمان رح يكون مهرجان صيدنايا الثقافي والسياحي طبعاً هذا أنا عم بحكي بيحيز منطق الدمشق وريف دمشق فهي سلسلة من النشاطات الثقافية هي بطبيعة الحال هي الرد الطبيعي والمنطقي على كل ما حدث نعم يعني عم تحطر حالياً مثل ما ذكرنا بالبداية لملتقى المقاومة ثقافة وانتماء بدورته الثالثة خلينا نحكي شوي عن هذا الملتقى شو الجديد يلي بيحمله بهي الدورة نعم ملتقى المقاومة ثقافة وانتماء بدرج بنفس هذا الإطار هذا الإطار اللي عم نحكي معه تلازم الثقافي الإنجاز الثقافي مع الإنجاز العسكري بمعنى أن القضية القوية والقضية الكبيرة تحتاج أيضاً إلى حاضنة ثقافية كبيرة وعندما يكون هناك هدف مثل المقاومة ومثل تعزيز الهوية والدفاع عن الوطن لابد من بنية ثقافية واجتماعية كي تصل بالمقاتل إلى أن يوجه البندقية في الاتجاه الصحيح بدأ ملتقى المقاومة ثقافة وانتماء في عام 2015 كانت الدورة الأولى والدورة الثانية في 2016 ونحن الآن في هدف التحضير للدورة الثالثة طبعاً الهدف الأكبر للملتقى بدوراته الثلاث حتى الآن هو كيف نواجه طبعاً كنا قد تعرضنا كما تعلمون في سوريا إلى الحرب الناعمة أو ما تسمى بالحرب الإعلامية والحرب الثقافية والحرب الفكرية قبل أن تبدأ الحرب العسكرية الحقيقية فمهمة المقاومة الثقافية أو أن نقاوم بالثقافة هي بالدرجة الأولى مواجهة هذا الغزو وكيفية التعامل معه وكيفية تعزيز وتكريز شخصية مستقلة تستطيع الوقوف في وجه هذا ومقاومة هذا التضليل إذا جاز لنا الكلام أيضاً كيف بعد أن بدأت مرحلة بدأت بوادر النصر تلوح وبدأت بوادر التحرير ونلاحظ بسط الأمان الجيش العربي السوري طبعاً يبسط الأمان على أوسع رقع من بقاع الوطن كيف نعمل على الإنسان لا يمكن إلا عن طريق الثقافة العمل على إعادة بناء الإنسان إعادة بناء الثقة إعادة بناء الفكر والقيم حتى لا نتعرض لما تعرضنا له سابقاً يعني هاي أهم المحاور اللي رح يتم التسليط عليها بالمحاور بالملتقى؟ نعم بالنسبة للمحاور اعتدنا أن يكون للملتقى تقريباً ثلاث اتجاهات الاتجاه السياسي طبعاً الملتقى في كل مرة يكون هناك حفل للإفتتاح وسوف نتحدث عن حفل الإفتتاح لهذا العام سوف يكون مميزاً هناك المحور السياسي وفيه نستضيف شخصيات سياسية من داخل قطر ومن خارجه وهنا أريد أن أشير أن الملتقى قد حظي بالاستضافة الخارجية حتى في السنوات الصعبة فكان هناك محاضرين ومتدين من مصر ومن العراق ومن لبنان أيضاً في هذا العام سوف يكون هناك اتساع لرقعة المشاركين من خارج القطر المحور السياسي وهو محور هام جداً وفي هذا العام يركز المحور السياسي طبعاً في الدورة الأولى كان ثقافة وانتماء عام في الدورة الثانية كان الجولان بوابة فلسطين هل موسم شو هيكون شاعره؟ هذا الموسم الثقافة وطن ومقاومة كيف تحتضن الثقافة الفكر المقاوم وتصد في مصلحة الوطن المحور السياسي مهم جداً سوف يكون هذا العام المحور السياسي يتركز حول منعكسات الصمود السوري ومنعكسات النصر السوري كيف انعكس هذا الصمود في المتغيرات الدولية كيف انعكس في القضية الفلسطينية وفي التطورات التي حدثت على الساحة الفلسطينية طبعاً وهي كل تداعيات طبعاً النصر في سوريا والعراق على الإرهاب كان له جملة من التداعيات على خارطة العالم إذا جاز لنا التعبير أيضاً سوف يكون هناك محور ثقافي إعلامي يتعلق بأسس المقاومة الثقافية وكيفية مواجهة الحرب الناعمة وأيضاً كيف يلعب الإعلام ونحن هنا نركز على الإعلام الوثائقي في التسجيل وفي التوثيق والتاريخ لهذه الأحداث بغية الاستفادة منها هناك محور هام جداً لهذا العام يتعلق بالسينما ودور الرسالة البصرية والصورة البصرية طبعاً عبر استضافة المخرجين الشباب الذين كان لهم بخلال الحرب على سوريا تجربة في إنتاج الأفلام السينمائية التي توسطيق قصيرة التي تتحدث إن كانت وثائقية أو درامية تتحدث عن الموضوع طبعاً هناك من لبنان وهناك عدد من المخرجين الشباب المتميزين في سوريا طبعاً لن أذكر الأسماء مشاركات عدة وأشخاص عددين مشاركين فيكم ذكرت لنا على الافتتاح أنه رح يكون حفظ افتاح فني مميز شو هو البرنامج طبعاً؟ طبعاً الافتتاح سوف يكون عبارة عن طبعاً بالإضافة للافتتاح الرسمي المتمثل بالكلمات سوف يكون هناك كلمة للمشاركين من خارج القطر غالباً ما يكون لدينا رسائل المقاومة الثالثة وفيها نتلقى الرسائل الموجهة لهذا الملتقى من داخل فلسطين المحتلة ومن داخل الجولان الحفل الفني سوف يكون عبارة عن بانوراما استعراض فني موسيقي راقص يمثل الحضارة السورية ويمثل كيفية إعادة البناء ويمثل الاستناد إلى هذا الإرث الحضاري وأن رسالتنا إلى العالم في مواجهة الإرهاب هي رسالة فن وموسيقى وحضارة حقيقة سوف يكون مثير للاهتمام ومعرض يستحق الفرج على المسرح بالإضافة إلى أننا سوف يكون سألتي قبل قليلة الجديد في هذا العام سوف يكون بطبيعة الحال لدينا معارض للفن التصوير الضوئي الذي يوثق للحرب وأيضاً لدينا معارض للكاريكاتير السياسي لفنانين من مختلف أنحاء العالم ومعارض للفنانين التشكيليين في سوريا وفلسطين أيضاً سيكون هناك ورشات عمل على مدار أيام الملتقى الثلاث سوف يكون ثلاث ورشات عمل بإشراف مختصين من داخل قطر وخارجه تعلق بالرسم الكاريكاتير بإنتاج الأفلام الوثائقية القصيرة والتصوير الضوئي وسوف يكون موجه لفئة الشباب حتى نستطيع أن ننشر أكبر عدد ممكن دعيني أقول من الإعلاميين المتطوعين كي يساهموا في هذا العمل بطبيعة الحال مساء سوف يترافق الملتقى بأسبوع الأفلام المقاومة وسوف يتم كل يوم من السادسة حتى الثامنة عرض فيلم من الأفلام التي تختص بموضوع المقاومة إما عدة أفلام قصيرة أو فيلم طويل يعني بمجمل أنشطة ثقافية التي تتقدم اليوم تركز على ربطها ربطها الأنشطة ببناء الإنسان وأيضا إعادة الأعمار إن شاء الله دايماً بلدنا عمره بالأنشطة الثقافية لحتى نحارب كل شيء فكر ظلامي عم يمر على بلدنا إن شاء الله نحن من نشكر وجودك معنا اليوم نتمنى لكم كل التوفيق نتمنى أن الملتقى يلقى الصدى ويلقى نجاح مثل كثير من الفعاليات التي تكون فيها وزارة الثقافية شكراً لك أنا بشكر مواكبتكم الإعلامية لأن الإعلام بشكل منبر ويكون جنب لجنب للنشاطات الثقافية ويستطيع إبرازها ويساعدها على أن توصل رسالتها بشكل أوسع شكراً لك شكراً لك